تمكنت آلية الدفاع المدني صباح اليوم وبعد حوالي 12 ساعة عمل من إخماد حريق في منطقة سترة صناعية اندلع عصر أمس السب في مستودع يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة البلاستيك وصفائح الألمنيوم والنيلون حيث بدأت عملية التبريد المطلوبة بهدف الحيلولة دون تجدد الحريق كما تمكن رجال الدفاع المدني من منع امتداد الحريق إلى المنشآت المجاوعة ترجمة نانسي قنقر وحول هذا الموضوع معنا النقيب محمد أبو الفتح رئيس مركز الدفاع المدني بالمنامة بعد التحية حدثنا عن أبرز الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية متمثلة طبعا في إدارة الدفاع المدني لإخماد الحريق بسم الله الرحمن الرحيم وسأكم الله بالخير قداية تم تلقي بلاق من قرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية في مساء أمس في تمام الساعة 4 و22 ساعة حيث تم توجيه الآليات إلى الموقع حيث استغرقت أربع دقائقين حتى الوصول عند الوصول تضح بأن الحريق موجود في مستوذع حيث قامت آليات الدفاع المدني بطلب التعزيز من المراكز المجاوعة حيث قامت الضابط المناوبة أيضا بتعزيز الموقع بعدد من الضباط والأفراد حيث في مجاوعة الدفاع المدني بقوة تقارب 78 فر وضابط وأيضا وجود 20 آلية بالموقع حيث قامت آليات الدفاع المدني بالمكافحة ولحد من الانتشار والحريق إلى المباني المجاوعة حيث تقدر مساحة المستوذع 350 متر في 100 متر حيث المواد الموجودة في المستوذع كانت عن حبيبات بلاستيكية تستخدمت بتصنيع الصفائح النيلون والألمنيون بالإضافة إلى وجود المواد الكيميائية لكن الله الحمد تم عزل هذه المواد وتأمينها عن الموقع نعم تفاديا لحدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا ما هي النصائح والإرشادات التي يمكن توجيهها لمثل هذه الحوادث تنوه الإدارة العامة الدفاع المدني لكافة المقيمين والمواطنين على تطبيق اشتراضات السلامة التي تتحدثها الإدارة العامة بالدفاع المدني في جميع المشارات والمنازل والمطاع من أهم هذه الاشتراضات هي توفير الضفايات الحركة بجميع أنواعها بالإضافة إلى توفير كواشف الدخان هي أجهزة الندار المذكر التي تحدث من انتشار الحريق واكتشافه في أقرب وقت بالإضافة إلى توفير المرشات المياه في المستودعات والمصانع حسب اشتراضات الإدارة العامة للدفاع المدني بالإضافة إلى تأكد من سلاحة التوصيلات الكهربائية وجودتها والصيانة الدقرية لها لحد من وجود الحرائب الكهربائية أيضا التأكد من عدم وجود عوائق في مخارج الطوارئ لمساعدة الرجال الدفاع المدني لعمليات الأخلاق بالإضافة إلى التأكد من سلامة التنصيرات الغاز وعدم وجود تسرب بها أيضا يتم تخزين المواد القابلة من الاشتعاد والمواد الكتوميائية في الأماكن الخاصة فرصة لحد من اشتعال في حال وقوعها رغلا قدر الله نعم النقيب محمد أبو الفتح رئيس مركز الدفاع المدني بالعاصمة المنامة شكرا جزيلا لك